موسيقى حياكم الله في خليج العرب محادثات مباشرة سرية في بغداد بين طهران والرياض جاءت هذه المحادثات لتؤكد أن السياسة فن المستحيل ولتحيي الأمل في حوار بين ضفتي الخليج تتمنى المنطقة برمتها نجاحه لعودة الاستقرار إلى خليج العرب ومنطقة الشرق الأوسط حوار لا يزال في بدايته لكنه قائم على أنه كان يبدو مستحيلا ولو أن الخلاف بين الرياض وطهران اكتسب أبعادا يصعب تجاوزها دون تنازلات جسيمة من الطرفين في دائرة مواجهة تشمل العديد من الجبهات الإقليمية فما هي العوامل التي مهدت لحوار مباشر بين الرياض وطهران؟ وما هي أولويات هذا الحوار وملفاته المستعجلة؟ أي دور للدول الغربية في هذا المسار التفاوضي الذي لم تتضح معالمه بعد؟ هل نحو سلام مستدام؟ أم مجرد تهدئة تفرضها المستجدات الدولية؟ للخوض أكثر في ملفات الحوار السعودي الإيراني نسعد باستضافة من الرياض الكاتب والمحلل السياسي السعودي الأستاذ إمنيف عماش الحربي مرحبا بك أستاذ وشكرا لحضورك معنا أيك الله دكتور سيدني أكون معاكم أهلا وسهلا ومن طهران معنا الدكتور عماد أبشناز رئيس تحرير صحيفة دبلوماتيك مرحبا بك دكتور أحياتي لك أستاذ علي لأستاذ مونيف والمشاهدين على الأنساء أهلا وسهلا قبل البدء نتابع آخر المستجدات بخصوص الحوار السعودي الإيراني في هذا التقرير ثم نعود إليكم بين المد والجزر تأرجحت العلاقات بين دفتي الخليج لأسيما بين طهران والرياض لكن تصريحات رسمية من الجانبين تنبئ بملامح علاقات جديدة بين البلدين في الأخير إيران دون الجار وكل ما نطمح له أنه يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران لا نريد وضع إيران يكون صعب بالعكس نريد إيران مزدهرة تنمو لدينا مصالح فيها لدينا مصالح فيها لدينا مصالح تمملكة عربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار تصريحات تأتي بعد ترحيب والتعليق إيراني على أنباء تقول بأن مباحثات جرت بين الإيرانيين والسعوديين في بغداد منذ أسابيع إيران لطالما كانت مرحبة بالحوار مع المملكة العربية السعودية ونعتبر ذلك مفيدا لشعبي البلدين والسلام والاستقرار المنطقة وسنستمر في هذا النهج مؤشرات عدة مهدت لهذا الحوار المباشر فصحيفة فينانشل تايمز أشارت إلى أن مهندس اللقاء في بغداد هو رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تربته علاقات متطورة بالرياض وتهران تحركات دبلوماسية أخرى تأتي في هذا السياق من بينها زيارة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وأخرى لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة القطرية الدوحة على طاولة المباحثات ملفات عدة أهمها سلوك طهران في المنطقة ودعمها لجماعات مسلحة خارج نطاق الدولة وعلى رأس القائمة جماعة الحوث التي تهدد أهدافاً اقتصادية داخل السعودية كما أن إيران المرهقة اقتصادياً بسبب العقوبات الأمريكية تريد التقاط أنفاسها داخلياً وخارجياً خاصة وأن الرياض تمتلك من الأدوات ما يكفي للضغط في مجال النفط وأسعاره تقارب لا يسكت من حساباته الاتفاق النووي الإيراني الذي تؤكد واشنطنيتها العودة إليه إضافة إلى بوادر بتقليص الولايات المتحدة من وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط لا ينفصل هذا المشهد عن تغيرات دولية وإقليمية يبدو أنها فرضت خيار لغة الحوار والتفاوض خلال هذه المرحلة أهلاً بكم أبدأ معك أستاذ مونيف الحربي من الرياض سيد الكريم سؤال يفرض نفسه في البداية يتعلق بسرية المباحثات ماذا تعكس هذه السرية؟ هل تعكس عدم ثقة الطرفين في الآخر؟ أم تعكس الرغبة في الابتعاد عن الإعلام خوفاً من التدخلات أو الضغوطات التي قد تمارس من أطراف قد تكون دولية؟ طبعاً بالنسبة لما ذكرته في 9 أبريل هذا العام أنه عقد اجتماع في بغداد حتى الآن لا يوجد تأكيدات على هذا العمر ولكن بالتأكيد هناك شواهد هناك دلالات أنه في حراك يحدث هل سيكون في بغداد أم في الدوحة أم في مصقض ولكن واضح أنه في رغبة من الطرفين لتجاوز العديد من الملفات الأمير محمد قالها في آخر حوار معه تلفزيونياً قال أنه هناك مع الشركاء الإقليميين والدوليين نعمل على تجاوز العديد من الملفات الخلاف مع طهان يبدو أنه هناك حراك ما يحدث في المشهد وهذه طبيعي يعني السياسة هي فن الممكن هل هناك خوف من الفشل؟ يعني ما زال الحديث عن المحادثات حديث سري وتسريبات إلى الآن لم تخرج أي جهة رسمية لتعلن بدء الحوار ولكن الفضاء الإعلامي مليء بالحديث عن هذه المفاوضات لكن في نفس الوقت دون تأكيدات هل هذا يعكس الحذر والخوف من الفشل مثلا؟ أنا أعتقد أنه يشير إلى الرغبة في الوصول إلى نضج في الحوار والوصول إلى تفاهمات لأنه تعرف دكتور أنه الإعلام أحيانا يباعد بين الطرفين وبين أي حوارات دائما تحدث مثل هذه الحوارات خلف العبواب المغلقة حتى الوصول إلى خارج الطريق يتفق الطرفين عليها فبالتالي ما أعتقد أنه خوف سبق للرياض أن تفاوضت مع إيران وسبق أنه وقعت اتفاقية عمدية في 2001 الرياض أنا أعتقد أنه أكثر عاصمة شرق أوسطية تفهم الذهنية وعقلية الحكم في طهر طيب الدكتور عماد لماذا وقع الدور على العراق أو وقع الاختيار على العراق في استضافة أو احتمالية استضافة هذه المفاوضات مثل ما ذكر سال عماش هناك ممكن يكون ممكن تكون مسقط أو الدوحة أو أي طرف آخر لماذا الحديث الآن عن العراق تحديدا هل تبنت العراق بشكل واضح استضافة مثل هذه المفاوضات وهل الأهم هل ممكن اعتبار العراق وسيط محايد في هذه المفاوضات في الواقع استاذ عالي هناك عدد أسباب لهذا الموضوع لربما نستطيع أن نقول أن السبب الأول هو أن هذا الاجتماع الأول كان اجتماعا أمنيا الطرفان لم يريد أن تنشر الأخبار عن هذا الاجتماع وسببه أيضا كما قال الأستاذ منيف لربما لم يكن يريد حيث إعلامي عن الموضوع وطبعا بما أن ملف المنطقة اليوم في يد فيلق القدس وزيارات الجنراق الآن إلى العراق هي زيارات عادية وزيارة رئيس الاستخبارات السعودية إلى العراق طبعا إذا ما دخلوا إلى المنطقة الخضراء ممكن أن تكون أكثر أمنية ولربما هناك تشجيع من الأمريكان بالنسبة للسعودية كي يقوم بهذا الحوار مع إيران يعني كل هذه الأمور وضعت إلى جانب بعضها البعض وجلس أجانبان في المنطقة الخضراء في العراق وهذا أكده السفير الإيراني في بغداد السيد إيراج مسجدي في حوار له مع وكالة الأنباء الإيرانية في حين أن الطرف السعودي لحد الآن لما يعني يؤكد هذا الموضوع لأنه ما زال ملتزما بالاتفاق على أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا خاصا أو سريا ولكن على كل حال هذا الاجتماع يجب أن يتطور لكي يضحى اجتماعات سياسية يعني هناك يعني ليس فقط مواضيع أمنية بل أن هناك مواضيع سياسية يجب أن تطرح بين الجانبين وأستطيع أن أقول لك أنه في الأسبوع الماضي نحن الأسبوعين الماضيين لربما رأينا رسائل غير مباشرة أحدهما كانت عبر التسريب الذي حصل التسريب الإعلامي كلام السيد زريف والذي أدان فيه الهجوم على السفارة السعودية طبعا هذا كان مطلبا سعوديا أن يتم إجانة هذا الموضوع الهجوم على السفارة السعودية بشكل رسمي من قبل الحكومة الإيرانية لربما هذا نوع من الدوران لكي لا تدخل الحكومة الإيرانية في صدام مع المعارضين للتقارب الإيراني السعودي قاموا بالإعلان عنها بهكذا تسريب وبعدها جاء كلام الأمير محمد سلمان الولي العهد السعودي الذي كان إيجابيا جدا بالنسبة للإيرانيين أستاذ منيف قبل الحديث عن دوافع إيران ربما تكون دوافع إيران مفهومة باعتبار أن الحصار واقع على إيران والعقوبات واقعة على إيران ولكن ما هي دوافع المملكة العربية السعودية حتى تتجاوب مع هذا النوع من المفاوضات طيب خلنا نشير إلى ما هي دوافع الرياض لا نستطيع الحديث عن دوافع الرياض بمعزل عن ما هي الدوافع الإيرانية هي علاقة بين الطرفين أنا أعتقد أن الرياض أدركت أن دوائر صنع القرار في طهران أدركت جيدا أنه لا يمكن تجاوز الرياض وأن الرياض دولة وازنة وفاعلة ومؤثرة وقوة خيرة في المنطقة الأمر الثاني أنا أعتقد أن الرياض أدركت أن مشروع طهران في التوسع في المنطقة بدت إيران بالرغبة بالتخلي عنه بدليل أنه أصبح حتى تصريحات حيدر مصلحي علي يونسي رحيم صفوي بدت الجهات الإيرانية تتبرى من هذه التصريحات الأمر الثالث أنا أعتقد أن الرياض اتفاق نووي قد يكون اتفاق مؤقت كما حدث مع إدارة أوباما عندما لم يستطع تمرير هذا الاتفاق إلى الكونغرس وحتى بايدن لا يستطع تمرير أي اتفاق للكونغرس فبالتالي هذه العوامل في الطرف الإيراني وواضح أن الرسائل كانت منذ ثلاث سنوات الرسائل مهمة من الطرف الإيراني باحثة عن المصطالحة مع الرياض طرح ضريف مبادرة مضيق هرمز للسلام الرياض أدركت أن هناك تغير في ذهنية صنع القرار في طهران وأن هناك رغبة في المصالحة مع الرياض لذلك التقتت الرياض بشكل إيجابي هذه الإشارات وسعت إلى أن تستمر هذه المصالحة لا تستطيع هي ليس أن الرياض فجأة غيرت موقفها لا هناك تغيرات حدثت في المشهد الإيراني هناك نزيف حاد في الاقتصاد الإيراني هناك 40 مليون إيراني تحت خط الفقر كل هذه العوامل الرياض أيضا لا تريد للشعوب الإيرانية أن تعاني من المآزق الاقتصادية تريد إيران مستقرة الأمر الخامس أنا أعتقد أخ علي مهم الرياض طرحت في 2018 مبادرة مهمة طرحها الأمير محمد بن سلمان وهي مبادرة أن تكون الشرق الأوسط هي أوروبا الجديدة وبالتالي هناك مصالح ستكون استراتيجية مع كل الأطراف والأمير محمد قال لنا مصالح في إيران وللإيرانيين مصالح لدينا هذه العوامل هي اللي ساعة جعلت الرياض والرياض تعرف أنه من الأساس أكثر عاصمة عربية وشرق أوسطية سعت إلى علاقات جيدة مع طرحان عبر 40 عام هي الرياض مع رفسنجاني ومع خاتمي مع عمود أممد نجات ومع روحاني فبالتالي هذا التغير الذي حدث من الرياض بسبب أن هناك تغير حقيقي في الموقف الإيراني خاصة أنه إيران أدركت أنه هناك رفض شعبي لتواجدها في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن والسياسة هي فن الممكن وبالتالي الرياض تتقطها بشكل إيجابي طيب دكتور عماد أنقل لك هذا الكلام هل هناك تغير في الذهنية الإيرانية حدثت في الفترة الأخيرة مما جعل المملكة العربية أو حدث طرأ على السياسة الإيرانية هل كانت هناك رسائل غير مباشرة من طهران أدت إلى هذا التجاوب في الموقع بالنسبة لإيران لم يكن هناك أي تغير في السياسات الإيرانية في هذا السياق منذ البداية يعني منذ أزمة السفارة السعودية في طهران إيران كانت دوما تدعو للحوار مع السعودية ولحل الخلافات عبر الحوار الذي طرأ هو في الواقع التغيير الذي حصل في الإدارة الأمريكية يعني حتى آخر أيام بايدن كان هناك تصور في الواقع كان الإسرائيليون يعني يروجون لهذا التصور بأن الولايات المتحدة ممكن أن تهاجم إيران ويحصل ما حصل للعراق أو الفرنسان بالنسبة لإيران وكان هناك البعض الذين يتصورون أنه ممكن أن يحارب إيران حتى آخر جلد أمريكي ولكن هذا لم يحصل اليوم بعد التغيير في الدارة الأمريكية السياسة الأمريكية أيضا في المنطقة تغيرت يعني يعني هناك السياسة الجديدة في الولايات المتحدة أساسها أن الصين وروسيا هم أعداء الولايات المتحدة ويهددون بقاء الولايات المتحدة ولهذا فإن الولايات المتحدة يجب أن تتمركز على مواجهة الصين وروسيا ولهذا بدأت حتى صحب القوات من المنطقة وأعلمت حلفائها في المنطقة أنهم يجب أن يحل خلافاتهم مع إيران فيما بينهم وهذا عمليا ما حصل الأمر الذي أدى إلى هذا التقارب كان سببه هو تغيير الظروف الدولية في المنطقة وفي العالم ورأينا حتى أنه قبيل ذلك بدأت المصالحة عمليا مع قطر حيث أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك مقاطعة لقطر ولكن تمت المصالحة مع قطر وهذا يعكس أن الدوائر السياسية في السعودية تلقت الظروف الدولية بشكل سريع واستطعت أن تكون لديها منعطاف بالنسبة للظروف الدولية ولهذا فأنها تلقت أيضا العروض الإيرانية للمصالحات فيما بينها البعض نعم أستاذ منيف ألا تعتقد بأن هناك تتويج لسياسة سعودية جديدة في المنطقة ربما يكون التغير الحاصل في البيت الأبيض هو أحد دوافعها يعني شاهدنا مؤخرا مثلا إنهاء الأزمة مع قطر وهدنة أحادية مع الحوثيين تكثيف المبادرات مع الجانب العراقي الآن الحديث عن مفاوضات مع إيران ألا تعتقد بأن هذا يعود إلى سياسة تصفير المشاكل من قبل الرياض مع بقية الدول أو مع بقية الأطراف التي كان سبق وجود أزمات معها؟ أنا وضح أمر مهم وهي أنا أعتقد الكثير لا يدركونها جيدا أنه ما هي العلاقة بين الرياض وواشنطن الرياض وواشنطن هم شريك استراتيجي في علاقات تحالف ولكن أيضا الرياض في تاريخها دائما إذا المصالح الأمريكية تعارضت مع المصالح العليا للرياض في الرياض تتخذ قرارات هذا شاهدناه في 73 في 88 في البحرين في 2011 في مصر في 2013 في عاصمة الحزم في 2015 أنا أعتقد أنه الإيرانيين يتحدثون عن تغيير في الإدارة الأمريكية أنا لا أرى أنه هناك تغيير كبير بدليل أنه وليام بيرنز جاك سولفان بلينكين عندما يتحدثون عن الأعدال الولايات المتحدة يتحدثون عن روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وعلى الإيرانيين أن يدركون الأمر هذا الأمر الثاني بالنسبة للموقف السعودي الحل السياسي في اليمن هو الحل التي دائما طاربت به الرياض ودفعت به وفق المرجعية الثلاث لم يحدث هي تغيير الذي يحدث تغيير أنه الإدارة الأمريكية وضعت ليندر كينغ للتعاطي مع هذا الملف بشكل أكبر وبالتوافق مع مارتنو غريفن الأمر الثاني مع قطر كانت هناك تفاوضات قبل وصول بايدون وهناك زيارة سرية من الجانب القطري للرياض وتمخضت إلى المصالحة وضعات إيجابية من الطرف الإيراني لا تنسى أنه أخ علي الإيرانيين في الآخر عشر سنوات عانوا الأمرين من حصار من ضربات إسرائيلية متتالية في سوريا من مقتل قاسم سليماني من مقتل سبع من العلماء النوويين الإيرانيين ضرب المنشعات النووية سرق الإرشيف النووي هناك بلا شك مشاكل كبيرة في الداخل الإيراني في الرياض سياستها واضحة من الأساس لكن الرياض أيضا أضافت لسياساتها الخارجية دور مهم وهو أمرين أن أوروبا الجديدة الشرق الأوسط أيضا في تحالفاتها الاستراتيجية لم تعد الرياض شريك استراتيجي فقط مع واشنطن ولندن وبريس هي أيضا شريك استراتيجي مع موسكو وبجين ونيو ديلي نعم طيب الدكتور عماد يعني ما سرّب من المحادثات أنها تنطلق من الحرب في اليمن هل من المتوقع أن تكف إيران يد الحوثيين عن استهداف المملكة العربية السعودية وأيضا عن الانسحاب من سوريا على سبيل المثال أو التوقف عن دعم حزب الله يعني هناك العديد أو بعض الميليشيات في العراق أيضا هناك أذرع إيرانية عديدة في المنطقة هل هذه المحادثات أو المباحثات ستأول وستؤدي إلى سحب اليد الإيرانية من هذه المناطق كلا أنا لا أتصور أن أي شيء من هذا ممكن أن يحصل حتى يعني في الواقع موضوع العلاقات الإيرانية مع حلثة إيران في المنطقة هو ليس موضوع قرار بأن إيران تريد أن يكون لديها علاقات مع البعض في المنطقة أو لا يعني هناك بعض الشعوب في المنطقة مرتبطة عاطفيا بإيران نفس الشيء بالنسبة لبعض الشعوب الأخرى التي هي مرتبطة عاطفيا بالسعودية أو حتى بتركيا أو بمصر أو غيرها يعني عندما كان عبد الناصر في مصر كانت الأمة العربية كلها مرتبطة عاطفيا بمصر وطبعا اليوم هذه الارتباطات العاطفية موجودة ولا يمكن قطعها باتفاق أو قرار ولكن أنا أتصور أنه ممكن لإيران والرياض أن يرسموا خطوط حمر فيما بينهم لا يتخطاها أي جانب من الجانبين يعني في الواقع هذا الصراع بين إيران والصعودية ليس صراعا بدأ بعد الثورة الإسلامية في إيران هذا الصراع كان موجودا منذ مئات السنين يعني بعد الإسلام كان هناك نعم من التنافس في التنافس السياسي في الدول الإسلامية بين الإيرانيين والأتراك والعرب حتى والمصريين وغيرهم يعني هذا التنافس كان دوما موجودا وهذا التنافس سوف يبقى موجودا ولكن علينا أن يعني ننظر إلى ما حصل يعني عندما يتكلم الأمير محمد بن سلمان عن أوروبا يجب أن ننظر إلى أوروبا أوروبا خادت حروبا طويلة فيما بينها البعض حربين عالمياتين في أوروبا وإستطاعوا أن يصلوا إلى تفاهمات فيما بينهم وعلى رغم من الخلافات التي كانت موجودة حلوا خلافاتهم وتواحدت أوروبا لماذا نحن المسلمون لا نستطيع أن نحل خلافاتنا ونتواحد نصبح أمة واحدة على غرار ما هو الأمر في أوروبا وكل لديه عقائده الذاتية يعني واحد يمكن أن يكون شيعي الثاني سني هذا لا يعني نحن عداء فيما بيننا البعض طيب أستاذ منيف ما سرم أيضا من المفاوضات بأن هناك مفاوضات حول صفقة هذه الصفقة تقول بأن على إيران أن تستعمل نفوذها لكبح الحوثيين عن استهداف المملكة العربية السعودية في المقابل تقوم المملكة العربية السعودية بدعم إيران في ملفها النووي هل ترى بأن مثل هذه الصفقة معقولة يعني أنا ما أعتقد أنه يعني ما هي الخلاف بين الرياض وطهران على ثلاثة ملف فقط مشروع النووي وصواريخ إيران البلستية ودور إيران المزعزع في المنطقة لماذا المشروع النووي الرياض لا تريد أن تكون كوريا شمالية أخرى موجودة في الخليج وهذا أيضا كما إيران ستطالب أن لا تكون الرياض تملك سلاح نووي فهذا بالمقابل الأمر الثاني الصواريخ البلستية بالنسبة لإيران قد تقول أنها للدفاع عنها ولكن للأسف هذه الصواريخ البلستية وصلت إلى ميليشيات تنتهك الأمن القومي العربي تنتهك الأمن الوطني السعودي يعني تخيل لو السعودية بالمقابل قامت في سبعين حركة انفصالية ضد طهران السعودية لم تمول أي واحد من هذه الوصائل ولا ليس بالسلاح ولا بالمال هذا نقطة أساسية الأمر الثالث دور إيران المزعزح في المنطقة دكتور علي أنا أعتقد أن إيران أدرك الجيد لديها مازق كبير في لبنان ومازق في سوريا في صراعها مع الروس ومازق في العراق في رفض شعبي في المناطق الشيعية في النجاف وكربلا والبصرة وبغداد وشبنا المظاهرات التي شاهدناها في اليمن نفس الطريقة تور عماد في أقل من دقيقة متى نتوقع استئناف العلاقات السعودية الإيرانية المخطوعة من عام 2016 باختصار لربع ما بعد انتخبت الرئاسة الجمهورية في إيران ولكن هنا نقطة إيران منذ 2004 لحد الآن لم يكن لديها أصلا 300 مليار دولار لتصرفه كل ما صرفته حسب التقرير المجلس الشورى الإسلامي كان 30 مليار دولار نعم طيب نفس السؤال لأستاذ مونيف متى تتوقع استئناف هذه العلاقات أنا أعتقد أنه بعد الانتخابات الإيرانية سيكون هناك تحول جدري في المجهد الإيراني يصبح الحرص الثوري هو المسيطر على المشهد السياسي والاقتصادي والعسكري وبالتالي من السهل أن تتعامل مع طرف واحد دون أن يكون هناك صراع أجنحة أنا أعتقد بعد تقلص صراع الأجنحة التي يحدث في إيران سيكون هناك علاقات خاصة أنها كانت موجودة قبل خمس سنوات ولا أستبعد أن تعود بشكل متسارع إذا تم التوافق على الثلاث ملفات نعم الكاتب والمحلل السياسي من الرياض منيف عماش الحربي شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة والشكر أيضا للدكتور عماد أبشناز رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك والشكر لكم أعزائي المشاهدين نسعد دوما باستقبال مقترحاتكم وتعليقاتكم على حسابات التواصل الاجتماعي لشبكة التلفزيون العربي نلقاكم في الأسبوع المقبل دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء اشتركوا في القناة